شارك سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الثامن للجنة الوزرية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس نعم وذلك برئاسة معالي الدكتور أيمن الصفد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية ومشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية واستعرضت اللجنة تقرير الأمانة العامة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس بما في ذلك اعتقال المواطنين ومصادرة المساكن والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وانتهاك حرمة المقدسات الدينية والتي تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومن بينها قرارات مدلس الأمن الدولية وصدر في ختام الاجتماع بيان دان فيه أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا وأكدوا رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وأكد الوزراء أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود واتفقت اللجنة على تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية لاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخرقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وحشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ترجمة نانسي قنقر